من جهة أخرى تتوقع شركة الأبحاث أطلس بابليك بوليسي أن تشكل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية مستوى قياسيا عند التسعة في المئة من كافة سيارات الركاب الجديدة المباعة في الولايات المتحدة هذا العام مقابل سبعة وثلاثة عشر في المئة في العام الماضي وقد تصبح هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تتجاوز فيها المبيعات السنوية للمركبات الكهربائية مليون وحدة في الولايات المتحدة إذ من المحتمل وفقا لتقرير الشركة أن تتراوح المبيعات بين مليون وثلاثمائة ألف ومليون وأربعمائة ألف سيارة وحسب بيانات بلومبرغ فإن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمركبات الهجينة شكلت ثلاثة وثلاثين في المئة من المبيعات في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ووصلت تلك النسبة إلى تسعين في المئة في النرويج